اسمعوني منيح لولا زعيمنا جولاق لكنتوا كل هاتكن مأتونين هلأ كانوا كمان اغتصبوا زوجاتكن وبناتكن وحرقوا كل بيوتكن وما رحموكن مظبوط هالشي زعيمنا جولاق هو يلي انقذنا ولا كانوا اتلونا كلنا هذا ولا شي العساكر الاتراك ناويني جولا هون كمان ورح يتلوكن ويأخذوا ارضكن واتا شو بتكون تساووا اكيد رح ندافع عن حالنا بس ما في معنى اسلحة بالعكس في معكن اسلحة من اليوم ورايح رح ندعمكم بالاسلحة ونحارب مع بعض على هاي الاراضي هاي الاراضي لقلنا هاي الارض لنا وبس ما رح نسمح لحد ياخد ارضنا خد هذا سلاح مشان تحموا حالكن يلا مسكوا لاشوف لا تخاف بنوب تعرف تستخدمو اول مرة بمسك سلاح تعال لعندي حطوا هدف تعال بس نحن بحاجة لأسلحة كتير لا تقلق اليوم او بكرة بتاخدوه من هاللحظة هاي زعيم جولاق معكن فلا تقلقوا ابدا مو بس الأسلحة نحن رح نعطيكم مصاري كمالة تشتروي اللي بدكن اياه اموركن رح تكون ممتازة انا رح خلي رجالنا هون مشان يعلموكن اشنون تستخدموا الاسلحة سيك لا تحرمو حالكن من اي شي الله يخلينا يأود شكراً العفو واجبنا انت جاهز جاهز خفت مو هيك موسيك البارودة مرح لا مالي خايف يلا نمشي خلص شغلنا مع هالأغمياء شش يا راي تعال تفضل يا ابني انت ليش عم ترعى هون اين بدي ارعى لكان تحت في مستنقع اذا وقع شي خاروف فيه شو بعمل ما دخلني رعاهم بضيعتك مو بضيعتي اه ليش وين ضيعتك انت هون وهون ضيعتي كمان بعد هداك المستنقع نحن منتشارك بنفس الاراضي لا ما حذرت هالاراضي صارت لجولاق اخ من هداك الاعرج قدر يخدعكن يا ابني وخلاكن تحملوا سلاح لا تصدقوه هو عم يضحك عليكن ليك صرنا عم نقتل بعضنا اصحك تقرب عن جد وامتى تعلمت تستخدم السلاح ما دخلك لا تقرب ماشي تكرم ما رح أقرب واقف هون لا تخاف لآخر مرة رح قللك روح من هون يلا روح اخ رجلي رجلي لك شو سويت يا ابني محاول يتقوصني بدك تقتلني منشان شوية تعشب رجلي ملع ولا بقتل تمام انا راير ماشي اشتركوا في القناة